زي ما عودنا الأهلي الكبير هو دايماً الأهلي الكبير حتى لو حصل دروب وحتى لو فيه كبوات وحتى لو فيه نتاج مش متوقعة الكبير يظل كبير الأهلي في نهائي دور الأبطال للمرة 16 في تاريخه ده رقم قياسي لا يقترب منه أي نادي على سطح القرة يعني انت بتتكلم طبعاً على مجموعة أرقام قياسية سواء في عدد مرات الوصول النهاية وعدد مرات التتويج ولكن وعلى عكس ما كان يتصور البعض وعلى عكس ما كان يتمنى البعض الآخر انه الأهلي يخرج من دور الأبطال في دور المجموعات ده الكلام اللي كان بيتقال هنا كتير كانت جماهير النادي الأهلي على ثقة منه الأهلي هيستعيد توازنه مرة تانية وانه الأهلي هيواصل مشواره قد كان تخطى عقبة الترجي بفوز غالي زهاباً وآياباً بإجبالي نتيجة أو بمجموعة نتيجة المباراتين 4-0 انبارح ليه بقول هو العرض الأفضل أنا بكلم على مستوى للفنيات والكهرة يمكن الترجي ما ظهرش في أفضل أحواله يمكن الترجي جاي وده مفهوم طبعاً لأنه نتيجة مبارات الزهاب تقيلة تقيلة كمان على فريق بحجم الترجي وهو عارف أنه أمام الأهلي في القاهرة صعب قوي فكرة هريمونتاد يمكن ده اللي خليه إلى حد كبير مستسلم يمكن ده اللي خلي قيادته الفنية قليسي البسعيدي متخفش شوية في طريقة لعبه لكن ما شفناش أي خطورة توسكر للترجي ما شفناش أي تهديد للترجي والأهلي الحقيقة ساعد في حالة الأهلي الفنية خطت وتشكيل مستر مارسل كولر ساعد الأهلي على أنه يسيطر على المباراة من بدايتها لنهايتها وكان من الممكن برضو زيادة الغلة والرصيد من الأهداف